على كل مدمعات موجز الأهم الأخبار معالين ده تفضلي لنا شكرا شازلي التسعب توقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية باتريارك الكراز المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأكد الرئيس السيسي خلال البرقية أن تزامن عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك على أرض مصر مهد الرسالات السماوية هو دعوة إلى التمسك بالقيام الدينية النبيلة التي تدعو إلى قوة التلاحم والترابط وتعزيز روح التضامن والتآلف والتي تتجلى دوما في أبهى صورها على أرض هذا البلد العظيم على مر تاريخ كما أرسل الرئيس السيسي بورقية تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر بالخارج لتهنئتهم بالعيد متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد يحتفل اليوم السيحي مصر بعيد القيامة المجيد عقب انتهاء الصوم الكبير وكان البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية قد ترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية وخلال كلمته أكد البابا تودروس رفض المساس بالمقدسات الإسلامية والاعتداء على المقدسات الدينية في عدد من الدول الأوروبية وفي سياق آخر أشهد البابا تودروس الثاني بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تخدم ملايين المصريين موجها الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي على عمله من أجل مصر هذا وأقيم قداس عيد القيامة المجيد بمختلف كنائس الجمهورية بحضور شعبي بالإضافة لحضور عدد من قيادات الدولة والمسؤولين وأقيمت صلوات قداس العيد بالكنائس وسط أجواء من الفرح العارمة مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فارس كورونا أعلنت وزارة الخارجية أنها تابعت مع القنصلية العامة في جدة بشكل حثيث تطورات الحادث الأليم الذي وقع على طريق الهجرة بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحافلة تضم 51 معتمرا من جنسيات مختلفة وأصر عن إصابة 12 مواطنا مصريا وذكرت الوزارة في بيان أن جميع المواطنين المصريين تلقوا العناية الطبية المطلوبة وغادروا المستشفيات فيما لا يزال مواطن واحد يتلقى العلاج اللازم فضلا عن وفاة مواطن آخر وأضافت أن الحادث تزامن موقوع حادث مروري آخر لزوجين مصريين أسفر عن وفاتهما على الفور وأشرت الوزارة إلى أن القنصلية العامة في جدة قامت بإنهاء جميع الإجراءات والترتبات الخاصة بدفن الزوجين المتوفيين في مقابر البقيع بالمدينة المنورة بناء على رغبة ذويهم شهد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة ختام فعاليات الدورة الرمضانية لمراكز الشباب والأنديا الرياضية في كرة القدم والكرة الشاطئية في إطار المبادرة الرئاسية الرياضة أسلوب حياة وأكد شوشة أن المحافظة تشهد طفرة تنموية في قطاع الشباب والرياضة حيث نفذت الدولة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الشباب والرياضة وعلى هامش حفل الختام تم تنظيم طابور عرض للفرق المشاركة في البطولة بجنب عدد من العروض الرياضية والفنية ومعارض للمنتجات السينوية قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جراسي إن أوكرانيا طلبت من الوكالة قائمة شاملة بالمعدات التي تحتاجها لتشغيل محطات الطاقة النووية خلال الخرب مع روسيا وأضاف جراسي في بيان أن القائمة تشمل أجهزة قياس الإشعاء ومواد الحماية والمساعدة المتعلقة بالكمبيوتر وأنظمة إمداد الطاقة ومولدات الديزل وأكد جراسي أنه سيتم تنسيق تنفيذ المساعدة التي ستقدمها الوكالة ودول الأعضاء بما في ذلك تسليم المعدات المطلوبة مباشرة إلى المواقع النووية الأوكرانية نهاية ممجزة تسانع لإستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر